انا رديت في ثلاث جملة انا كاذب المنجمون او لو صدقوا او لو صدفوا وان لو علمتم الغيب ارديتم بالواقع وان لا يعلم الغيب ار ربنا يعني طلاق ياسمين عبدالعزيز والعوضي احتفل بعد ملدها وبعد 16 ساعة طلقها ليلة عبداللطيف قالت هينفصلوا والترياء عليها وكذبوا نبوئتها فصدقت ايه السر ورا طلاق ياسمين عبدالعزيز واحمد العوضي المفاجئ صدمة كبيرة للجمهور المصري والعربي باعلان ياسمين عبدالعزيز اطلقها من احمد العوضي وتأكيد احمد العوضي بعدها ببوست على حسابه بفيسبوك بيعلم فيه وكمان انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز في مفاجئة غير متوقعة وغريبة اصارت شكوك الجمهور واصارت حيرتهم والحد اللحظة دي متخيل انه هيطلع مقلب في الاخر لعدة اعتبرات احتفلت ياسمين عبدالعزيز بعد ملدها وسط الورد وقدمها تورتا في غياب احمد العوضي وده لانه كان موجود في السعودية لافتتاح عرض فيلمه الاسكندراني هناك وقبل 16 ساعة من اعلان الانفصال كتب احمد العوضي بوست لياسمين عبدالعزيز بيهنيها بعد ملدها بصورة قديمة وده اللي لفت نظر عدد كبير من المتابعين اللي علق على الصورة واستغربه اللي مفيش صور جديدة وكمان المسج اللي كتبها وصفوها بانها نشفة والمفاجئة ان ياسمين عبدالعزيز ما ردتش عليها واثناء عرض احمد العوضي لفلمه في دبي وسط استقبال حافل هناك اعلنت ياسمين عبدالعزيز طلاقهم فبدأ الجمهور يتساءل عن الاسباب فهل ياسمين عبدالعزيز اتضيقت من رسالة العوضي النشفة في عيد ملدها ولا اتضيقت عشان هو ما عملهاش مفاجئة زي السنة اللي فاتت لما عملها اغنية مخصوص واحتفل بيها في حفلة كبيرة وانه مشغول بفلمه وبشكل كبير عنها والغريب ان احمد العوضي كان عامل استوري عنده ليه علاقة بعيد ملد ياسمين وكلامه عنها قبل ساعة بالزبط من اعلان طلاقهم والسؤال الاهم اللي بيسأله كتير دلوقتي ايه اللي حصل في 16 ساعة دول ما بينهم وبعيدا عن تكهنات الجمهور كان فيه تكهين تاني عامل قلق ليه فترة مع بداية السنة الجديدة وهو تنبؤ ليلة عبدالطيف فاللي قالت ان ياسمين عبدالعزيز هتطلق في 2024 او 2025 ووقتها العوضي وياسمين التريقوا عليها وقالت ياسمين بلش انتي يا ليلة ورد العوضي وقال كذب المنجمون ولو صدقوه وتجوزت ياسمين عبدالعزيز من العوضي في 2020 وشكلوا مع بعض سنائي فني ناجح جدا خلال السنين اللي فاتت والبداية كانت في مسلسل لاخر نفس 2019 واللي بدأ فيه قصة حبهم وتكللت بالنجاح وبعد كده قرروا يشتغلوا مع بعض تاني في مسلسل اللي ملوش كبير 2021 وحقق نجاح كبير جدا وقرروا التجربة تاني في مسلسل ضرب نار 2023 وقرروا الانفصال فنيا بعد مسلسل ضرب نار بعد تعاقد في مسلسل حق عرب وياسمين بتحضر فيلم جديد ترجع به للصنمة بعد غياب 6 سنين كاملين اخرها فيلم قبل طمطم 2018 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر